ينضم إلينا من طهران محمد الصرف الكاتب الصحفي أهلا بك معنا عبر شاشة الغد سيد محمد بداية ما الذي توضح حول حجم هذه الضربات الأمريكية ومدى تأثيرها خاصة أن الجانب الإيراني كان قد اختر بهذه الضربات من قبل وربما أخذ كل الاحتياطات اللازمة نعم فيما يخص التصريحات الرسمية والمواقف الرسمية لا حديث هناك عن أي مواقع أو منشآت إيرانية تم استهدافها لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أدان هذا الاعتداء الأمريكي على الأراضي السورية والعراقية وأكد من أنه انتهاك صارخ ضد السيادة السورية والعراقية كما أنه انتهاك ضد القانون الدولي وانتهاك لمثاق الأمم المتحدة وأكد من أن هذا الهجوم هو يأتي استمرارا لقائمة الأخطاء الاستراتيجية التي ترتكبها الولايات المتحدة في المنطقة وأضيف إلى هذه القائمة بعد دعمها اللامحدود للعدوان الإسرائيلي على غزة كما أيضا يضاف إلى الخطأ الاستراتيجي الكبير من استهداف الأراضي اليمنية لكن بصورة عامة الاستشارية المركز الاستشاري الإيراني في سوريا أصدر في بيان وأكد من أنه لا وجود لأي منشأة إيرانية أو قواعد عسكرية إيرانية بحتة لإيران في الأراضي السورية أو العراقية وما تم استهدافه هو مجرد استهداف لمناطق أو مراكز لربما تتبع للفصائل المقاومة وبالتأكيد المقاومة اتخذت الخطوات اللازمة نحن نتحدث عن أكثر من خمسة أيام أربعة أيام من الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في قاعدة تي 22 في الحدود السورية الأردنية وبالتالي هناك فسح مجال كبير لفصال المقاومة بإخلاء ما يريدون من هذه القواعد ومن هذه المراكز وهنا انتقادات عدة وجهات للرئيس الأمريكي جو بايدن خاصة من الجمهوريين أنه تم اختار إيران مسبقا هذه الضربات كما ذكرت لم تؤثر على إيران وهنا يعني البعض حتى أحد سنتر جمهوري قال أنه استجابة بايدن الضعيفة لهذه الهجمات تزيد من جرأة إيران في المرحلة المقبلة هل توافق مع مثل هذا الطرح؟ بالتأكيد هناك اعتراضات وإدانات كبيرة صدرت ضد الرئيس الأمريكي من داخل الولايات المتحدة على هذا الرد الضعيف لكن ما يتبع الإعلام الإيراني داخل إيران يرى أن هناك نوع من حالة الانتصار الواضحة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أنها حققت قوة الردع واضحة ضد الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما جاء على لسان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عندما قال من أن التطور الدفاعي والعسكري الإيراني حقق هذه القوة الرادعة ضد أعدائها وأن الولايات المتحدة لا تستطيع استهداف أي نقطة من داخل إيران من داخل الجغرافية الإيرانية أو أي مصالح ترتبط بإيران لكن هذا يقرأ في سياق ما تمر به المنطقة وإيران تتابع هذه التطورات عن كثب هي أكدت إيران من أنها لا تريد أي تصعيد أو التوتر في المنطقة وصولا إلى حرب شاملة لكنها لا تخفي خشيتها من أن استمرار أخطاء الولايات المتحدة الاستراتيجية في المنطقة قد تشعل فتيل هذه الحرب وبالتالي الإيران لا يمكن أن تتوقف موقف المتفرج ذكرت أن الإعلام الإيراني يعتبر أن هذا الرد ضعيف هل يمكن الحكم عليه الآن خاصة أن الرئيس بايدن قال أن هذه الضربات لن تكون ليوم واحد ولكن ستستمر في الفترة المقبلة وهل تتوقعون أن تكون في نفس الحدة نفس المجال نفس حدود التصعيد نقطة مهمة أثرتها خلال هذا الموقف بالتالي نحن نشاهد أن لا وجود لأي موقف من الجانب العسكري الإيراني حول هذه الضربات وهذه الهجمات هل هي حققت بالفعل أي ضرار أو خسائر ضد مصالح إيران داخل سوريا أو العراق وهذا يمكن قراءته من أنه ربما هناك تحفظ على هكذا تصريحات من قبل إيران انتظارا لما ستقول إليه الأمور وانتظارا لربما كما قالت الولايات المتحدة من أنها سوف تستمر في هذه الضربات ضد أهداف تابعة للمقاومة الإسلامية في سوريا والعراق هل هذا التحفظ الذي تتحدث عنه سيد محمد يشير إلى أننا لن نشهد ردا إيرانيا على هذه الهجمات بالتأكيد هناك متابعة كثيفة وقوية جدا من جانب إيران حيال ما يتطور في المنطقة من هذه الردود الأفعال الأمكية في المنطقة لكن حتى الآن بما أنه لا إعلان عن استهداف أي من مصالح إيران في سوريا والعراق وهناك أيضا ربما ستكون توالي لهذه الهجمات بالتالي لا حديث عن أي ردود عسكرية إيرانية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لا ننسى أن منذ ليلة أمس التي بدأت الولايات المتحدة بردها في سوريا والعراق الفصائل المقاومة أيضا ردت على هذه القواعد الأمريكية إن كانت في سوريا استهداف منشأ لكونيكو القاعدة أمريكية لمنشأة الغاز الموجودة في سوريا وأيضا هناك كان استهداف لقاعدة الحرير في أربيل وبالتالي الفصائل المقاومة هي التي تتكفل الآن بذاتها هذه الردود العسكرية والدفاعية للدفاع عن نفسها ولا وجود لأي تصريح إيراني حيال أي ردود عسكرية بما أنه لا وجود لأي أضرار أو خسائر تتوجه للمصالح الإيرانية في هذين البلدين ربما ليس هناك من أضرار وربما لم يتم الأعلان عنها بعد سيد محمد ولكن هنا دعني أسألك عن الحسابات الأمريكية والإيرانية في هذا الإطار النهج الذي يعتمده بايدن من جهة ومن جهة أخرى يعني الحسابات كان المرتبطة بالمشروع النووي الحسابات المرتبطة بالعلاقة مع إيران علاقة الديمقراطيين وكل ما يدور حول ذلك بالتأكيد هناك حسابات معقدة الآن تدور في البيت الأبيض نحن نشاهد أن المنطقة هي الآن يجري فيها مفاوضات حثيثة جدا لإنهاء الحرب في غزة وهناك أيضا تبادل الرسائل من مختلف الأطراف المتصارعة في المنطقة حيال ذلك والبيت الأبيض أيضا يعاني من موقف لا يحصد عليه من ناحية الديمقراطيين هناك ضغوط من الجمهوريين على إدارة بايدن لتوجيه ضربة حاسمة ورادعة ضد إيران لكن بالتالي بايدن لا يريد خوض أي معركة أو أي حرب في المنطقة تضاف إلى سجل الحروب للولايات المتحدة في هذا التوقيت الحساس وهو على هناك أيضا يقرأ داخل إيران الإعلام الإيراني يقرأ هذه التحركات الأمريكية تأتي في سياق الانتخابات التي ستجي بعد تسعة أشهر وهناك موقف أيضا ضعيف لبايدن وبالتالي الولايات المتحدة الآن فقدت القوة الرادعة لها في المنطقة حسب المتابعين الإيرانيين وتريد استعادة بعض من هذه القوة لصالحها وبالتأكيد تريد أن لربما تصرف الأنظار من الحرب في غزة العدوان الإسرائيلي على غزة هناك تصريح واضح لمتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد من أن جذور كل المشاكل تعود إلى الحرب في غزة والولايات المتحدة تقوم بما تقوم الآن في المنطقة هي دفاعا وانطلاقا من هذه الحرب الهوجة التي يشنه الكيان الإسرائيلي ضد غزة إلى أي مدى يؤثر كل ذلك على حقيقة الوضع في غزة؟ بالتأكيد هناك تبادل للرسائل هناك من يقول من أن هذه التصعيد الذي تمارسه فصائل المقاومة في المنطقة على القوات الأمريكية وهذا التصعيد الغير المسبوق الذي شاهدناه في منطقة تي 22 في تنف القاعدة الأمريكية هناك من يقول هناك من أكد ويقول ويحلل هذا الموضوع من أنه الرسالة قد تكون في هذه الوضعية التي الآن تشاهدها المنطقة من مفاوضات لإنهاء الحرب هناك من يقول أن المفاوضات وصلت إلى نوع من الوضع الغير مرضي بالنسبة للمقاومة في المنطقة وما يسمى محور المقاومة في المنطقة وبالتأكيد هناك أكثر من 165 هجوما شنته فصائل المقاومة على قواعد وموسات أمريكية داخل المنطقة لكن نحن شاهدنا أن هذا التصعيد كان غير مسبوق وبالتالي هناك من يقول من أن المفاوضات وصلت إلى نقطة قد تكون غير مرضية بالنسبة للمقاومة ومحور المقاومة الأوضاع في غزة الذي تم الاتفاق عليه خلال هذه المفاوضات قد تكون غير مرضية وبالتالي هناك تبادل للرسائل لربما تريد أن تخدم المفاوضات ونحن ليس إلا أن ننتظر ونشاهد إلى أين تصل الأمور نعم أشكرك شكرا جزيلا من طهران كنت معنا محمد الصراف الكاتب الصحفي ترجمة نانسي قنقر